السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بالخير معنا دلوقتي الليسونز 5 and 6 الدرسين الخامس والسادس في يونت 6 يونت 6 اللي هي اسمها what the weather like يعني كيف يبدو الطقس زي ما احنا متعودين في اليونت دي عمين نتكلم عن الطقس والدرس ده برضو او الدرسين دول بيتكلموا عن الطقس تعالوا نشوف الموضوع بيتكلم عن ايه درس صمو شوق وهنتعلم فيه حاجات جديدة بس الاول نشوف الفوكابلوري بتاعتنا وبعد كده ندخل على موضوع الدرس بتاعنا يلا بينا جاهزين اربط الحزام يلا بينا sandstorm يعني عاصفة رملية tornado يعني اعصار اللي هو الهوى لما يبقى جامد ويعمل زي موجك زي دوامة تمام ويلف جامد قوي ده اسمه tornado flood فلود يعني فيضان extreme heat extreme heat او extreme cold extreme يعني شديد اوي فلما يقول extreme heat يعني حرارة شديدة واكسريم cold يعني برودة شديدة dark dark يعني مظلم candles candles اللي هي الشموع electric shock electric shock يعني صدمة كهربائية unsafe unsafe يعني غير امن electric wires electric wires يعني اسلاك كهرباء power cut power cut يعني انقطاع الطيار انقطاع الكهرباء lightning lightning البرق torch torch كشاف classmate classmate يعني زميل الدراسة زميلك في الفصلة او زميلك في المدلسة wide يعني واسع او عريض building يعني مبنى might يعني ربما floors طوابك يعني ادوار لما يقول مثلا floor one الدور الاولاني floor two الدور التاني suddenly suddenly يعني فجأة thirsty 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 عطشان shade يعني الظل closer يعني اقرب close يعني قريب closer يعني اقرب afraid afraid يعني خايف scarf scarf اللي هو الوشاح او الكفية boots boots هذاء ذو رقبة طويلة اللي هو البدول علي البوت تمام بس هو طبعا في الانجلش لازم يبقى جمع boots عشان هو اتنين frightening frightening يعني مخيف او مرعب اتاني window window اللي هو الشباك leaflet leaflet يعني منشور ورقة صغيرة كده بيبقى فيها معلومات عن حاجة معينة او اعلان او نشرة فيبقى اسمه leaflet light light يعني ضوء وتبشي بمعنى خفيف برضو عايب عكسها كلمة heavy يعني تقيل possible يعني ممكن safe آمن tip يعني نصيحة air conditioning air conditioning اللي هو التكييف الهواء woolen hat woolen hat يعني طائية مصنوعة من الصوف thick thick يعني سميك dry يعني غاف scared scared يعني خايف ندخل دلوقتي على الأفعال destroy destroy يعني يدمر الماضي destroyed يعني يدمر خلاص damage damage يعني يدمر برضو او يكلف زي destroy الماضي damaged لو الفعل اخره e احط له g twist twist يعني يلوي او يلف الماضي twisted protect protect يعني يحمي الماضي protected open يفتح الماضي opened open contact contact يعني يتواصل مع حد والماضي contacted الأفعال الغير منتظمة hurt والماضي hurt خد بالك في فعل ابن hurt وبين heart ده اسمه heart يعني قلب اسمه ايه heart طيب والفعل ده اسمه hurt hurt يعني يؤذي shut يغلق shut drive يسوء الماضي drove break يكسر الماضي broke stand يقف والماضي stood لما لك stand up يعني اقف strike strike يعني يضرب والماضي struck جاهزين يلا بينا تعالوا نشوف موضوع الدرس التاعناه موضوع حلقتنا عن ايه بيقول لي i was at school i يعني انا was يعني كنت انا كنت was الماضي بتاعت am و is يعني لما اقول i am انا اكون طب لما اقول i was انا كنت at school يعني في المدرسة انا كنت في المدرسة with يعني مع my classmates classmates يعني زملائي زملائي اللي في المدرسة then بعد ذلك ايه بقى الله حصل it started يعني الجو الدنيا يعني started يعني بدأت to get dark get يعني تصبح و dark يعني مظلمة الله 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 ايه حصل we نحن went يعني ذهبنا outside outside يعني بالخارج طلعنا برا then بعد ذلك i انا saw يعني رأيت the tornado tornado يعني اعصار عوزوا بالله ربنا كيفنا الشر هو ده tornado and it was هو was يعني كان very جدا frightening frightening مخيف طبعا مخيف هو مخيف بس ده مرعب it was هو كان very big يعني ضخم wide wide يعني واسع أو عريض يعني واخد مساحة كبيرة black cloud cloud يعني سحابة وبلاك يعني سوداء كان عامل زي black cloud سحابة سوداء as it came ينهار بيض as يعني بينما it هو came يعني اتى اتى مفاشين ايه near يعني بالقرب near as بالقرب منه يالله ده بيارغب مننا it was getting bigger getting يعني يصبح هو كان يصبح bigger يعني اكبر and it was where where هو was يعني كان twisting twisting around يعني بيدور أو بيلف okay twisting around يعني بيدور we could يعني استطعنا see استطعنا ان نرى things things يعني اشياء in it يعني in it يعني في it جوه يعني شفنا حاجات جوه ده شايفين ده شال شجرة والشجرة قاعدة بتلف جوه ده ممكن كمان يشيل عربية وعربية نقل هيشيل حاجات كبيرة ده ممكن يشيل بيوت قاعدة بتلف جوه زي ايه like يعني مثله doors doors يعني ابواب ينهى ربيض and و bits bits يعني اه اجزاء bits يعني اجزاء of houses من المنازل ينهى ربيض طيب بعدين ايه اللي حصل when يعني عندما when عندما it هو was closer was يعني كان closer يعني اقرب كل بقى كل شوية عمالي اقرب عليهم when it was closer عندما هو كان اقرب it يعني هو got يعني اصبح الماضي بتاع get get even يعني حتى wider wider يعني اوسع and were darker يعني اكثر ظلاما يعني عمالي سود كل شوية we نحن could يعني استطعنا see see نرى see it ان نرى was can moving بيتحرك slowly يعني ببطء ماشي ببطء and where we could استطعنا see ان نرى was يعني can damaging damaging يعني يدمر ده الموضوع كابر damaging buildings buildings يعني مباني كان قاعد وهو ماشي عمال يدمر في ايه في مباني the next day day يعني اليوم next يعني التالي اليوم اللي بعده we نحن found out found out يعني اكتشفنا احنا اكتشفنا ذات انا the tornado ان الاعصار hurt hurt يعني اذى a lot of a lot of يعني الكثير من a lot of people الكثير من الناس ربنا يكفينا الشر and were destroyed ودمر many يعني الكثير many homes الكثير من المنازل and other buildings يعني مباني اخرى اوكي طيب ايه بقى الكارسل اللي بعد كده الكارسل اللي بعد كده بيتكلم عن حاجة اسمها sand storm one day يعني ذات يوم one day ذات يوم my family my family يعني عائلتي and where i were يعني كنا were driving كنا نقول through يعني خلال كنا سيئين through يعني خلال the desert the desert يعني الصحراء to لكي visit يعني نزور my cousins my cousins يعني اولاد عمي after يعني بعد twenty minutes بعد عشرين دقيقة okay i looked out looked يعني نظرت out يعني خارج out of the window خارج الشباك شباك العربية لان هم عربية وسيئين and where so يعني رأيت a sand storm يعني عاصفة رملية عاصفة رملية زي ما انتو شايفين كده رمل الهوى جامد ومحمل بالرمال شايل رمله كتير جدا شايفين عالية ازاي soon يعني قريبا there was يعني كان كان يوجد there was يعني كان يوجد a lot of يعني الكثير من sand يعني رمال in the air يعني في الهواء outside يعني خارج the car السيارة and where it was كان very difficult يعني الموضوع كان very difficult يعني صعب to see انترا كان من الصعب انك انت تشوف اي حاجة we closed احنا اغلقنا all يعني كل the windows windows يعني الشبابيك but ولكن it was now very dark dark يعني مظلم very يعني جدا و now يعني الان الوضع دلوقتي الان كان very dark يعني مظلم جدا there were other cars يعني كان you get other يعني اخرى و cars يعني سيارات سيارات اخرى on the road يعني على الطريق road يعني طريق were they going to hit us were يعني were يعني كانوا طب لما حطاه في بداية السؤال هيبقى معناها هل كانوا were they هل كانوا هما going to يعني سوفا hit us hit us يعني يضربونا هما مين اللي يضربونا العربيات يعني كانوا هايغبطونا ما هالدنيا ضلمة i was really scared انا كنت هو طبعا قاعد بيتساءل بيقول لي انها ربيا ده العربات هتخبطنا ولا ايه ده ما حد تشاف حاجة i was really really يعني حقا scared خائف انا كنت فعلا خايف my father يعني والدي moved يعني حرك the car السيارة off يعني بعيدا off the road بعيدا عن الطريق وقف كده على جنب بعيدا عن الطريق عشان العربية تانية جاية ما تقبطش فيهم and we stopped احنا توقفنا we we didn't لم see لم نرى any more cars يعني اي more يعني اكثر وكار سيارات مش بنا السيارة التانية on the road على الطريق but ولكن the sand storm العاصفة الرملية moved يعني تحركت very slowly slowly يعني ببطء very يعني جدا then يعني بعد ذلك suddenly يعني فجأة it moved away الحمد لله هي moved يعني تحركت away يعني بعيدا الحمد لله we نحن so رأينا the sun the sun يعني الشمس again مرة أخرى and drove on drove on يعني كملنا يعني drove on يعني سقنا أو تحركنا تحركنا بالسيارة through يعني خلال the desert يعني الصحراء وبكده يبقى خلصنا الجزء الأولاني من الدرس بتاعنا أو من الدرسين اللي هما 5 and 6 وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل باقي الدرسين أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ما تنساش لو عجبت الفيديو اعمل لايك أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جاي وسلام السلام اسلام شكرا